في نقطة تانية برضو مصارة طول الوقت طول الوقت من زمان من سنين يعني واحنا ليه ما عندناش محترفين كتير في أوروبا مفيش لأنه مفيش لعيبة مؤهلة أن هي تطلع تحترف بر ولا الأندية اللي بتمنعها لا 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 مثلا بيطوريا قالك أنه اللعب في مصر بيعيش مالك بياخد فلوس كتير عشان كده ما بيطلعش في أوروبا وبياخد شعبية كبيرة هنا فيمردوش يطلع في أوروبا عند الوقت بتقولي أن القوليتي الجودة بتاعت اللعب نفسه ما تخلوش يلعب في أوروبا لا لا ما تأهلوش أن هو يلعب احنا لو أي لعيب يعني حيتخطف لو أي لعيب عنده المؤهلات اللي هي تؤهله أن هو يلعب بره في الدوريات الأوروبية حيتخطف حيروح ودي مشكلة المسابقة ولا دي مشكلة التكوين من قطاعات الناشئين التكوين جمرة واحد تكوين من قطاعات الناشئين لأن تكوين لعبتنا انت زي تعمل لعيب كور شوف شوف حولك حاجة وفي الكاس الأنوة الأفريقية شوف فرق الأجسام تسيبك بقى من الفنيات والمهارة فرق الأجسام والتكوين الجثماني ما بين اللعبة بتاعت الفرق الأفريقية كلها اللي كانت هناك حتى موزنبيق حتى أي حد والتكوين الجثماني بتاعنا بالذات اللعبة اللي مش محترفين اللعبة لا لا فيه فرق فرق التدريب واضح أن انت تعمل لعيب كورة تبني جسم لعيب كورة أنت بتبني عضلات وبتبني التكوين جسماني يقدر ان هو يتحمل المجهود اللي بتعامل خلال تسعين دقيقة احنا ما عندناش نفتقد طبعا على مستوى اقتعاد الناشئين لا دي قصة تانية لا احنا بعاد جدا